اسمها أصبح مصدر فخر لكل سعودي أطلقوا على أنفسهم لقب إخوان نورة نظرا لأهميتها الكبيرة في تأسيس الدولة السعودية الحديثة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن آل سعود رحمها الله الشقيقة الكبرى لمؤسس السعودية الحديثة الملك عبد العزيز آل سعود كانت رمزا للفخامة والفخر وكان الملك دائما ما يردد أنا أخو نورة لإثبات عزيمته وقوته في أي أمر جلل الملك المؤسس وقته الأميرة نورة كانت بينهما علاقة وثيقة منذ صغارهما وكان لها دورا كبيرا في تأسيس الدولة السعودية الحديثة كانت من النساء القلائل التي تعلمنا الكتابة والقراءة في ذلك الوقت وتزوجت الأمير سعود بن عبد العزيز والذي يلقب بسعود الكبير كانت الدولة السعودية الأولى انتهت بعد مرور 91 عاما على تأسيسها وبعد سبع سنوات أعاد الإمام تورك بن عبد الله ألا سعود تأسيس الدولة الثانية عام 1824 ولكن بعد الدولة السعودية الثانية شهدت المملكة أحداثا عصيبة عانت منها البلاد واستمرت عشرة أعوام تقريبا قبل أن يتمكن الملك عبد العزيز السعود في يناير عام 1902 من إعادة تأسيس الدولة السعودية الثالثة بعد محاولتين فاشلتين نجح بعدهما في الثالثة في السيطرة على الرياض برز دور الأميرة نورا في تلك الفترة العصيبة في التاريخ السعودي وحظيت بمكانة خاصة عند الملك وكانت بيت أسراره ومستشاره الخاص خاصة في الأمور التي تتعلق بالعائلة الملكية عندما كانوا في الكويت كانت الأميرة نورا عاملا مهما في تعزيز همة أخيها عبد العزيز بالسعي نحو استعادة ملك آبائه وحثه على عدم الاستسلام وقالت له في خطاب شهير بعد فشله مرتين لا تندب حظك إن خابت الأولى والثانية فسوف تظفر في الثالثة ابحث عن أسباب فشلك فالرجال لم يخلقوا للرح كان وقع كلماتها على أخيها كالسحر وكانت سبب نجاحه في فتح الرياض وبعد أن استتبت أمور الدولة كانت لنورا المشورة في كل تفاصيل الحكم وكانت تستقبل الوفود النسائية الأجنبية ولعبت دورا رائدا في العمل الخيري والاجتماعي فيما شجعت الأطفال على حفظ القرآن لتنمية مهاراتهم وقدراتهم العقلية وكذلك الفكرية لأنها آمنت بأن حفظ القرآن أولى الخطوات نحو العلم النافع كانت امرأة تاريخية بمعنى الكلمة وتمتز برجاحة عقل تعادل أربعين رجلا كما قيل عنها وفي عام 2008 في عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله تم افتتاح الجامعة الأولى للبنات في الرياض والذي أطلق عليها اسم جامعة الأميرة نورا بنت عبد الرحمن تحولت لمصدر حماس وتحفيز للشعب السعودي عبارة أنا أخ نورا حظيت ولا تزال تحظى بشعبية ساحقة يرددها السعوديون حتى الآن وكان الملك عبد العزيز عندما أراد أن يثني على أحد أفراد الجيش كان يقول له أخ نورا في إشارة إلى أنه بطل اسمها أصبح أكثر الأسماء شيوعا في المملكة وتوفيت عن عمر يناهز خمسة والسبعين عاما في عام الف وتسعمائة وخمسين ترجمة نانسي قنقر شكرا